السلام عليكم ومرحبا بكم في مطبخي الصغير من جديد في قناتكم قناة كنزة أليمانيا جبت لكم مليوم وصفة في قمة اللذاذة والجمال والروعة وصفة لذيذة جدا واقتصادية مكوناتها موجودة في أي بيت طبعا ولذيذة جدا 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 وتوجد بسرعة جبت لكم خبز خالتي تونس ابقوا معايا نعطيكم المكونات نبدو مباشرة بالسيرو أو الشاربات نديرو في كاس رونا قطعة ليمون أو شريحة ليمون ونديرو كاس نتاع السكر ونديرو كاسين نتاع الماء وندوها نحطوها فوق النار النار تكون متوسطى كي تبدأ تغلي نحسبو من عشرة دقائق حتى الخمسة عشر دقيقة ونطفو عليها ونخلوها تبرد هذي أول خطوة الخطوة الثانية نروح للمكونات اللي غادي ندمجوهم كامل مع بعض ونخلطوهم طبعا نبدو بالبيض ثلاث حبات بيض نحلوهم نديروهم في غيسيبيون ونزيدو عليهم كاس نتاع السكر بنفس الكاس اللي عبرنا به الشاربات والسيرو نعبرنا كل شيء كاس 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 عبرت بالكاس وحطيتهم في هذو كليبول صغار مور البيض نحطو السكر للكاس انتاع السكر انا نقصت درت نص كاس ما نبغيش الحلاوة بزاف شوف انتي لا على حسب الحلاوة تقدري ديري كاس انتاع السكر وديري اضيفي زاس انتاع الليمون وتحاولي اضرب السكر واحدة طريقتين ولا ثلاثة ولا المهم حتى يدوب السكر آآ كيدوب السكر المليح نبدو نضيفو في المكونات الباقية عندنا كاس انتاع اللوز او الكوكاو او اي نوع من المكسرات انا درت لوز ما لقيتش الكوكاو الله غالب ولكن الكوكاو تاني يجي الشباب في آآ هادي النوع انتاع الحلويات نضيفو كذلك كاس انتاع الزيت ونحاول ندمج المكونات مع بعض ونضيف كاس انتاع لاشابلوغ لاشابلوغ الناس اللي رام يتبعونا من الشرق الاوسط والاردن طبعا منورين لاشابلوغ هي عبارة عن خبز محمص ومرحي ولاشابلوغ هنا خطيرة ها محمصة يعني جبت لاشابلوغ وحمصتها شوية باش تكون بنينة واللوز كذلك محمص ويكون بقشورو ومطحون طبعا ومن بعدها نضيفو كيس خميرة كيميائيا تاع الحلويات ومن بعد ندمجو الكل مع بعض ونخلوها ترتاح مدة خمس دقائق ومن بعد كي ترتاح نعاود ونخلطو الخالط مليح ونفرغوه في المول الاسطوري هادا كنتاع الزجاج هاداك المول مكانش عائلة عربية ما عندهاش هاداك المول بغيتي مثلا تديري في المول الكبير تاع عشرين على تلاتين اه ما عليك الا تضع في المقادير او تقولو كيما تزيدي البيض تزيدي تديري كاس كبير ولا انتاع باقي المكونات انا درت هادا المول هادا المول الصغير اللي كامل الناس عندها في الدار ونكون ديجا مقبل راني دايرة الفورن التاعي يسخن على مئة وثمانين درجة ما اللي بديت نخدم نخلي اي طيب اه في غردو مدة ثلاثين ولا خمسة وثلاثين دقيقة حتى اللي يحمر كي يحمر نخرجه هو سخون والسيرو يكون بارد ونفرغها عليهم الفوق ونشربه اه تقدري تشربه على مرتين ولا ثلاثة تحط تفرغي وتصبره شوية يشرب وتعاودي تزيدي اتفرغي حتى اللي تكملي الشربات هذيك الشربات ولا هاداك السيرو راني عاطيتكم مع بر يعني كلها غادي يشربها اللي تزيين فقط انا درت شوية انت على اللوز ملفوق هذك اللي كان مهر مش بقالي شوي درتهم ملفوق تقدري تديري نواة كوكو ولا تديري كوكا ولا تديري اي حاجة ولا تخليها كاك بلا ما تديري حتى حاجة المهم وصفة يعني قمة في الروعة آآ ناصيحة ما تقطعيش آآ تم تم سخون خلي حتى كي برد انا حتى في الليل عاد قطعته والبنة ما نحكي لكمش آآ روعة 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 جربوه ما غاديش تندموه وحاجة سهلة ولا اسهل من آآ من هادي جي بيقاع المكونات تاعك وتخلطيهم وتحاولي تدمجيهم وتفرغيهم في المول وتديريهم في الفرن يعني حاجة سهلة بزيف والآآ يجي مع السل احتل داخل شوفوا راني هنا نقطع تحبها راني نوري لكم مع السلحة للداخل وكي تحطيها في فمك الدوب 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 في فمك المهم هادي وصفة تاع تاع سهرة رمضان ان شاء الله تكون عجبتكم صحة في طوركم ما تنسوناش باللايك وخلو لي تعليق ودومتوا في رعاية الله سلام